نتحدث عن حصيلة الموت و غزة و ثنائية الموت سواء كان هناك سلام أم استمرت الحرب إلى من يهمه الأمر من أصحاب القرار مؤثرين في مجريات الأحداث في غزة و من يهتم إليكم هذه القائمة من السيناريوهات العلمية تحليل العلمي للفاتورة الإنسانية المحتملة لاستمرار هذه الحرب نبدأ من السيناريو الأسوأ أو ربما الأسود قد يؤدي إلى تصعيد الحرب في غزة تصعيد الحرب قد يؤدي إلى وفاة 85 ألف فلسطيني إضافي في المستقبل 85 ألف فلسطيني إضافي بسبب إصابات والأمراض والجوع خلال الأشهر الستة المقبلة فقط وفق دراسة أعدها باحثون من جامعة جونز هوبكنز و كلية لندن للصحة وفق هذا السيناريو الأسود ربما بعض التصريحات الإسرائيلية قد تكون فعلا حققت مرادها بقتل 100 ألف فلسطيني السيناريو الثاني بافتراض استمرار وطيرة القتال ووصول المساعدات الإنسانية على ما هي عليه قد يكون هناك أكثر من 58 ألف وفاء إضافية في القطاع 58 ألف وفاء في حال استمرار الحرب لكن دخول مساعدات أما في حال نسخة أخرى من هذا السيناريو وجد الباحثون أن العدد قد يرتفع من 58 ألف إلى 67 ألف وفاء في حال تفشي الأمراض المعدية مثل الكوليرا أما وفق السيناريو الأكثر تفاؤلا فوجد هذا البحث العلمي أنه في حال الاتفاق على وقف فوري ومستدام لإطلاق النار مع عدم تفشي الأمراض رغم كل ذلك يمكن أن يموت 6500 شخص إضافي من سكان غزة يعني وقف إطلاق النار لن يوقف الموت في غزة هنا أيضا قد يرتفع هذا العدد إلى نحو 12 ألفا يعني الضعف في حال تفشي الأمراض المعدية كما ذكرنا الكوليرا والحصبة وشل الأطفال أو التهاب السحاية في مختلف هذه السيناريوهات التي ذكرناها لن يتوقف الموت في غزة كنتيجة مباشرة للحرب أو لتداعياتها لكن المسؤولين عن الدراسة أرادوا أن يقدموا نتائج علمية للقرارات السياسية التي يمكن أن تخاذها خلال الأيام والأسابيع القليلة المقبلة ونحن نشهد هذه المفاوضات حول الهدنة المرتقبة والمقترحة